موسيقى السلام عليكم كيف حالكم مشاعر تكونوا طيبين في هذا الفيديو حنوريكم كيف تساوى كلاس 2 موسيقى في موسيقى باستخدام التكنيك أول شيء حنحط المتركز باند سوف نستخدم التفلي معي كما قلنا حنحطها موسيقى موسيقى نتأكد إنها الجنجفة هنا تحت موسيقى و هنا موسيقى نضيفهم على بعض نخرجوا من الجهة المسجوطة نضيف 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 المتركز كذا we're going to apply the wedge from the wider embrasure we're going to start our steps we're going to apply the acid etch all over the cavity starting with the deepest part of the box we're going to overfill 0.5 mm extended beyond the margins of the cavity we're going to wait according to manufacturing instructions either 15 or 30 seconds we're going to place the volume suction we place the high volume suction mre jambes inna عشان علط و الكل الاسد etch انشفط وما يروح all over the operative field وممكن الpatient يدوغو وهو طعمه مرة better now we go to apply a bonding system we're going to apply a two step bonding system for this is a primer and bond in the same bottle can we're going to make sure to keep sure that in all line angles they will drop the bonding good we're going to apply the occlusal لتبكيب الوضع الوضع ويجعل الوضع الوضع لتبكيب الوضع نبدأ بالبوكس نبدأ بالبوكس نضعه على الجزء ثم نستخدم مرزة لتبكيب الوضع الهدف هو نضعه بحاجة في الوضع ونظر لكيبين وكيبين لا يوجد جدد وعنده نضعه في الوضع الولعي ونضعه في الوضع 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 هنا نضعه على الجزء الوضع الوضع نضعه وندخله جوه البوكس نبدأ نشيل الأكسس شايفين هنا لما نشيل الأكسس نخلي الأكسس كده في النص بعد كده نسحبها على ورا شايفين كده نسحبها على ورا لكثيرا لما نقول لك و نعمل جنبنا نعمل جنبنا الأكاذ صواب عشان نشيل الأكسس and we keep cleaning the instrument we're going to place the light guide tip perpendicular to the surface اما تفعل كثير من الوزنة ثم نقوم بعمل بشراء ثم نقوم بعمل حتى الآن نحن سنبدأ بالعمل البحث احد من الطريق أيضا حتى نستمع فرصة المارجن الرجيلة وأيضا نستخدم المترجسة وعندما نكمل نستخدم المارجن الرجيلة فأخذ برضو البول برنشر لكي يستخدمها بعد كده شوفوا انا لما احط هنا البول برنيشر في مكان الفصة شايفين كيف يتكون المرجن الرج انا ما قبل الرج يكون مرة عريض نتأكد انه الرج هنا شايفين انا امشي بالبلاستيك فيلنك 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 هنا ما فيش اي اكسس هنا انا ما شايفين فيلنك 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 Value سأقوم بعمل بالنصف السنة على ريستوريشن لما كده اي ريموف اكسس انا بسوي شي انا اول شي اقفل الغاب وميك شور الكنتور مضبوط اذا في اي شي عالي بيتشال كمانا هنا وما هيكون الريج عندي شارب كده هيكون هيصير راوندد هيكون في راونديشن بس اهم شي ما نحط الاكس بورر كده بالطول عشان ايش ما يصير في اوبين كونتاكت بعد كده سنذهب الى ديتكو بعد ما عملنا المارجينافج احينا نروح الى الاكلوزل سيرفاس اوكي سنقوم بعمل المارجينافج على الاكلوزل سيرفاس وهنا احنا بنسوي الهوريزنتل انكريمينتل تكنيك فهنحط اللاييرز هوريزنتلي نفس الطريقة سنقوم بعملها في الداخل بعد كده سنقوم بعمل المارجينافج احنا بعمل المارجينافج سنقوم بعمل المارجينافج سنقوم بعمل المارجينافج سنقوم بعمل المارجينافج سنقوم بعمل المارجينافج سنطلقت به المارجينافج سنقوم بعمل المارجينافج بعد كده سن piercing نقوم بعمل عن المارجينافج أمن المارجينافج 究ار التاجريد الأنسرومن لكي نكمل عمل الأنسرومن حسنا فهو في الأنسرومن حسنا نصنع ويقوم بعمل الأنسرومن لبعض الأنسرومن نتبه نتبه نريد أن نتبه نتبه بشكل مصر مثل تبط نتبه بشكل مصر نتبه بشكل مصر نتبه بشكل مصر لا يوجد أي مصر نتبه بشكل مصر نستمر ما أربطه لا يمكنًا عدرة مصر ولكن عندما نرى نستمر بشكل مصر نضعه بشكل مصر مثلا هناك مصر الجاتر ونستمر بشكل مصر نستمر بشكل مصر نستمر بشكل مصر then we're going to create the distal part and light cure now we're going to pack the distal part عشانها صغيرة فwe're going to do it in one increment make sure it's packed properly okay then with the bowl burnisher make sure it's adapted من يكون في اكسس كده remove the excess وزي ما قولنا قبل كده في فيديوهات الفنشين and polishing احنا we need to do the anatomy as perfect as possible قبل من سوي كوريك عشان we take minimal time and effort during the finishing and polishing process بعد كده نمسك الدامن برنشر and we're going to create the groove في اي اكسس we're going to remove it هنا في اي اكسس جاو just remove it before we light cure بعد كده we're going to light cure the distal cavity بعد كده نمسك الدامن برنشيك انه all the margins are sealed ما في اي قاب والأي دتش بعد كده نمسك الدامن برنشيك انه all the margins are sealed ما في اي قاب والأي دتش بعد كده نمسك الدامن برنشيك حنشيل الماترقس band retainer and we're going to do finishing and polishing casapi انا نمسك الدامن برنشيك سأخذ نسخل الدخول ثم سلوالي سأخذ نسخي النسخي ثم سمع نسخي منذ ذلك في الكمبوزيز موقع ليس مرة كريتكال في الأمالجام يكون دوسراً والصفة من الرجى المريضية في ارتفاع المنسا نضغط اللعيفة من دوسراً ، والصفات التقليد بعد كده نمسك الإكسفلورر نتأكد هنا إذا في أي إكسس مثلاً بوندينج أو إكسس كمبوزيت مدامة إذا لم تكون أسد أجد فأسونة سوف تفلقها يعني كده بس تشيلوها بالإكسفلورر في كذا حاجة تحين لازم نشيك عليها حنشيك على المارجنال ريج هايت نشيك على الكنتور طيب نتأكد ما في أوفرهانج إما كده بالإكسفلورر just to make sure ما فيش بردو إكسس bonding or anything بعد كده make sure هنا ما في أي قاب أي ديش that it is smooth حنمسك الفلوس you're gonna wrap it around your fingers like this تمام بعد كده you're going to insert it حنمسكي بثمس insert it in the contact area you hear the tuck that is the sound of success you're gonna pull it okay دحنا حنسوي شوية فنشيك للأكلوسل سورفاس this is a yellow diamond point نستخدمها عشان ما نحتاج نسوي الكثير من فنشيك كي ننتبه لما نجي نسوي فنشيك بالفنشيك احنا ما حنيجي على الأرج لأرج حنخليه حنسيبه زي ما هو حنبدأ في الفصة من البروكسما الفصة ونروح inwards okay the tip of the instrument حتكون على central groove هنا أو فصة وحنمشي كده in an angle حوالينا القصب okay هذا كده من ال lingual بعد كده we're going to shift it this way okay place it here and then we're going to go okay حوالينا القصب ننتبه أن we don't tilt it too much عشان لا نشيل التوه structure هنا يعني نسوي كده curvature في الكوبوسطة restoration okay so now we're going to start during the finishing process تشيكو الأكلوجين you check occlusion عشان إذا في أي حاجة you're going to remove it during the finishing process قبل ما تسو ال polishing okay with the explorer we can see هنا we removed the excess okay margins are smooth هنا في فصة okay وفي عندنا الرج okay هنا دي الحد الدست الأصلة ما كان يحتاج any finishing now we're going to do polishing using rubber points نمسكها بنفس الطريقة نفس الأسلوب حنمشي كده حوالينا القصب we don't apply too much pressure عشان ما يحتاج لما نعمل polishing نسوي كل السورفاسس عشان we remove the oxygen inhibited layer the surface lustrous نفس الشي هنا with rubber points ما استخدمنا any polishing paste عشان هي فيها impregnated granules already بعد كده we're going to check again نتأكد نتأكد everything is smooth okay okay كده نتأكد everything is fine هنا ما فيش أينا roughness بعد كده نشيك occlusion and adjust as necessary وفيه فيديو مخصوص how to check occlusion كده نكون احنا خلصنا class 2 restoration for composite in an upper molar using the horizontal incremental technique thank you very much and see you in the next video